أنه القلم بس أنا بشكر كل شخص ليش مرفوع أنه القلم البعض اللي ينتقد لأنه ما عنده هذا الفكر الكروي أنت تحكي عن شخص ناجح بيمثل الأردن ما بيمثل نفسه أنت وهو بيمثل الأردن أنت قاعد تنتقد فيه يعني شو بدك تحكي عنه؟ ما رح تحكي عنه أي شيء يعني هو لو انتقد أنت أصلا هذا انتقادك انتقاده إليك دافع معنى الجمهور بانتقدك بحكي أنه موسى التعمري أنا برضو هذا دافع معنى وإلي حسنًا أنت ترى نفسك أناني داخل الملعب؟ حسنًا بقصة أنه أنا أشوف حالي أناني أو لا أشوف حالي أناني بهذا الموضوع أنا أحكي للناس أنه أنت ترى شيء في الملعب يعني أنت ترى شيء من بره يعني أنا مش ضروري أني ألعب كل 90 دقيقة ألعب كمان 90 دقيقة كله مبساط أنا في مرحل من مراحل لازم أراوغ وفي مرحل من مراحل ما لازم أراوغ ورح أظنني على يعني أنا صراحة لو ما براوغ ما رح يطلع اسمي ولو بد أرود على الجمهور أنه ما أراوغ وألعب باس بنفس الوقت كمان أنه راح أنظر فأنا ميستي بإني أراوغ بس مش أني أزيدها فوق حدها لا بالعكس يعني الهيلة الجمهور في بعض اللاعب لديه مهار ومروغ أنا نيتو ما بني حكي أنه هذا اللعب يعني لو لما شفنا موسى التعمير يمسيك الكرة من نص الملعب ويوصل فيها مرمى الخصم ويسجل مكانت الناس حكت هذا اللاعب مميز أو هذا اللاعب عنده موهب وممكن يطوره في النهاية أنت دائما فيه مدرب ممكن المدرب يكون باني الخطة عليك أن موسى استلم مثلا موسى حاول تستخدم الحلول الفردية أيضا بعض الجمهور وممكن تحدثت هنا قبل قليل وتحدث موسى مثلا تغير بعد ما احترى الظر وأخذ جائزة أفضل لاعب موسى اليوم بلا شوف حاول يتكبر عن الناس شوف ترد عليهم شوف أنا قبل ما أحكي عن الملعب تمام بس أنا أحكي هي عن شغلة دينيا من التكبر مش من شيء من المسلمين أو مش من شيء مننا إحنا كعرب تمام وإنه يعني مذكور أنه ما بدخل الجنة شخص متكبر تمام بس أنا بحكي لهم أنه هذا إشي مش تكبر بس أحيانا الشخص بتلاقي بمر عليه ظروف ما بيقدر يرد بمر بأشياء مش ضروري دائما أنه أرد على الناس بس أنا الإشي اللي ببسطني أنه الناس واكفي معي وسنديت بس إنه هذا مو غرور أنا بالعكس أنا بنبسط لما ألاقي الناس بتحكي معي بتساعدني والله كابتن اللي شايف حديثك اليوم يعني هاي الفكرة ممكن يكون هيك في ناس مراتا ممكن بسيء الظلم ممكن في شخص هو بعيد عنه بشوفه من خلال الإعلام ومن خلال المباريات ممكن بشوف أنه لعب نما يتأنن ممكن قولك هذا مغرور شايف حاله في الملعب ممكن هيك القصدا وأنه لعب مش في شحدة قدامه صحيح لذلك لكن كحياة شخصية أتوقع أنه لا نطق التهم على الشخص إلا ما نكون شايفينه وشوف كيف يتعامل مع الناس اللي قرب بلو وحديثك اليوم يعني دليل على تواضعك مساعدة